ما هي مشكلة تعز؟ سؤال تبدو محاولة الإجابة علي أشبه بالمشي في حقل ألغام شديدة الخطورة فتعقيدات المشهد في المحافظة تتجاوز طرفي الحوث والشرعية إلى التحارف والأحزاب السياسية والجماعات المتطرفة وغيرها مع انطلاق عاصفة الحزم تشكلت في تعز مقاومة شعبية تصدرت المشهد وفضت لتحرير المدينة من الانقلابيين الحوثيين إلى أطراف المحافظة جمالا وبعد نحو أربعة أعوام من التحرير لم تتعافى المدينة كما كان يتوقع أبناؤها ثلاثة محافظين تعاقبوا على تعز منذ تحريرها لم يتمكنوا خلال أكثر من أربع سنوات من توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية أو تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين الانفلات الأمني كان سيد المشهد واغتيالات بالجملة نفذت بحق أفراد الجيش والمقاومة وصراع على النفوذ في مدينة لا تزال تحت نيران ميليشيا الحوثي بصورة يومية الأحزاب السياسية خاضت صراعا بينيا في تعز أدى إلى إضعاف جبهة الشرعية عسكريا ومعنويا وخلقا قساما داخليا وإذا أكل ذلك لم يكن لقيادة الشرعية أي تحركات لإخراج تعز من مشكلتها والعبور بها إلى مرحلة التحرير الكامل والاستقرار ليزداد سؤال ما هي مشكلة تعز غموضا وتبقى إجابته بعيدة لم تكن الرياض وأبو ظبي بعيدة عن مسرح العمليات في هذه المدينة التي تشكل قلب البلد وخزانها البشرية الضخم حضرت تحارف بكثافة عبر دعم مجاميع مسلحة دعمها بسلاح يفوق سلاح الجيش قيادة الشرعية كانت ولازالت آخر الفاعلين في مشهد تعز فيما يتصدر الانقسام الداخلي والوكلاء المحليون لدول إقليمية المشهد تبدو هكذا ميليشيا الحوثي أكثر استرخاء وهي تحاصر مدينة لم تعد هي الخصم الأول لدى أبنائها فالأخوة الأعداء يقتلون بعضهم الآن